التقى وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف في العاصمة المؤقتة عدن مسؤول قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأمم إلى بلادنا بيرت سكوت وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي والتحديات التي تواجه قضايا الشباب وبحث إمكانية مشاركتهم في عملية بناء السلام من خلال برامج تنموية تعزز قدرتهم على الحوار وتعزيز السلام وشهد السقاف بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في عدن من خلال لقاءاته مع مختلف المكونات السياسية والمحلية وكذا بعض النخب الثقافية والإعلامية مؤكدا على استعداد السلطة المحلية تسهيل عمل فريق المكتب وتذيل الصعوبات التي قد تواجهه مشددا على أهمية التعاون والاهتمام بقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الوطن وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا ترجمة نانسي قنقر